فتحت مطالبة رئيس الحكومة محمد الشعى السوداني واشنطن بتوطيد العلاقة فيما يخص قوات التدريب والمشهورة الأمريكية الموجودة في العراق الأبواب على تساؤلات عدة حول موقف الإطار التنسيقي الرفض لوجود هذه القوات لكن البعض أكد أن هذا التوجه نابع من وجود الإطار في السلطة ولو كان خارجها لا رفضه على اعتبار أن كل التفاهمات والاتفاقيات والحوارات بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية تصب في إطار تحقيق بنود اتفاق الإطار الاستراتيجية المعنية بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كما أن غض الإطار التنسيقي الطرف عن أي تحرك حكومي للتعاون مع الولايات المتحدة ناتج لحصولهم على السلطة فلو كانوا خارجها لعارض السوداني كما عارض الكاظمي بالتالي فأن اللقاء والتفاهم الثنائي بين واشنطن وبغداد يجري بمباركة ألمانية ألمانيا هي البلد الأكثر تضررا من العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا نتيجة تعطل مشاريع اقتصادية مهمة بينها وبين روسيا تبعا لذلك فالولايات المتحدة جادة بإرضاء ألمانيا عبر إعطائها فرصا اقتصادية مهمة في الشرق الأوسط يمكن لها تعظيم ثورة ألمانيا أو ثروة ألمانيا حكومة السوداني تختلف عن الحكومات السابقة ويتبين ذلك بسياسة الانفتاح على جميع دول العالم والتي برهنت للجميع بأن الإطار مستعد لمنح أراضي عراقية لواشنطن مقابل الموافقة على استمرار الحكومة الحالية ترجمة نانسي قنقر